موسيقى بشكل كبير دخلوا المنافسات النص التاني يكون معنا فقرة حوارية فقرتنا النهاردة لها علاقة بالبطولة اللي انتهت منذ أيام اللي نظامها النادي الاهلي وهي كانت عبارة عن منافسات او مهرجانات لكرة الماء والسباحة شارك فيها قرابة 2000 لاعب والعب كان عادة كبير جدا وكانت طبعا اطلقت تحت اسم الكابتن الكبير المرحوم كابتن طارق الصغير الله يرحمه احد رموز طبعا السباحة والعاب الماء في النادي الاهلي ويعني توفى من حوالي سنة ولكن طبعا تكريما لإسمه وتخليدا لإسمه قيمة هذه المهرجانات والبطولات اللي تعاملت على حمام سباحة مدية نصر وايضا الجزيرة فطبعا كان عدد كبير جدا بيشارك فيه هذه الاحداث او هذه الفعاليات متخلين عدد 2000 لعب او لعبة رقم كبير جدا وهي دي رسالة النادي الاهلي مش بس ان احنا بيكون المنافسات او المهرجانات او الاحداث الرياضية على مستوى البطولة وده مفروغ منه النادي الاهلي بيدور على البطولات ولكن ايضا على مستوى البرائم والناشئين بتبقى الموضوع واسع جدا مهم ممارسة الرياضة بعد كده هيبقى منهم بطل فده يعني اكيد النادي الاهلي هستفاد منه ومصر كلها تستفاد منه اللي بيمارس الرياضة عشان شخصيته وعشان وعشان المكاسب الكثيرة لممارسة الرياضة فأيضا ده مكسم وهي دي رسالة النادي الاهلي فلازم نهارده كان يبقى معنا ضيوف يعني من صناع هذا الحدث ونتكلم عنه ونتكلم عن الفوائد الكثيرة لطبعا البرائم والناشئين هيكون معنا النهارده كابتن ايمان جميل نائب كابتن ايمان جميل مدير اكاديمية السباحة بالنادي الاهلي شيخ زايد وكابتن كريم منير نائب نائب مدير قطاع الناشئين بكرة الماء هيكون معنا الكابتن الكبار كابتن ايمان وكابتن كريم هنتكلم معهم عن كل شيء وهنعرف الحدث يعني جي فكرته ازاي وهل هيبقى في استدامة لهذا الحدث السنوات القادمة ولكن السنة دي بس كل ده هنعرفه من ضيوفنا كابتن ايمان وكابتن كريم هنروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد بعد ساعة من الآن ان شاء الله هنبتدي بطولة السوبر بالنسبة لنادي الاهلي لكرة اليد السوبر المصري الاهلي هيلعب سبورتين في تمام الساعة التاسعة على مجمع دكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر اولى مباراة السوبر انبارة حكت اول مباراة كان الزمالك بلعب سبورتين وانتهت المباراة 37-36 بفوز نادي الزمالك النهاردة باللعب سبورتين كل التوفيق طبعا لفريقنا غدا هنلاعب نادي الزمالك على كأس البطولة ان شاء الله هيبقى ايضا فيه تمام الساعة التاسعة من بيدرب سبورتين الكابتن كبير كابتن مروان رجب احد ابناء نادي سبورتين ومدارب منتخب مصر السابق نادي سبورتين نادي محترم جدا جدا والمباراة لن تكون سهلة يمكن انباراة نادي الزمالك استطيع ان يفوز وكان الحليف حظه وبعد قرارات الحكام طبعا يعني كانت طبعا يعني يعني بشكل او باخر كانت يعني بترجح يعني كافة النادي الزمالك في الفوز انباراة على سبورتين ولكن يعني النهاردة مباراة سبورتين مع النادي الاهلي لن تكون يعني سهلة طيب خليني اتكلم عن الاستعدادات النادي الاهلي السنة استعد بشكل جيد اول مرة النادي الاهلي يستعد في كرة اليد بهذا الشكل معسكر في اسبانيا لعبنا مباريتين انتقلنا على البوسنة لعبنا تلات مباريات وابطولة ودية وبعد كده رجعنا على القاهرة لعبنا بعض المباريات الودية مع عنديها مصرية في المجمل الاعداد كان جيد الجميل اذا ما قلت لحضراتكم في الحلقات السابقة ان اللعيبة الدوليين في كرة اليد كانوا مع الفريق يعني ما حصلش اعداد منفرد للعيبة المحليين فقط او اللعيبة الغير دوليين ولكن الاعداد كان بكامل قوام الفرقة وده حاجة ما حصلتش ايضا السنوات اللي فات هتقول يا كابتن طمعلينا وعلى الجميع نعم صح ولكن احنا عندنا ست لعبين بشكل اساسي بشاركوا مع المنتخب وعدد كبير جدا وده يعني يمكن عدد مش قليل فتخيل انت عندك الفرقة 18-19 لعيب ستة او تلت الفرقة بيشارك مع المنتخب فكنا محتاجين هارموني خاصة ان احنا اكتر فرقة محتاجة ده لان فرقتنا فرقة صغيرة في السن ومحتاجين مباريات اكتر واعداد اكتر مع بعض عشان يبقى فيه هارموني بداية الموسم فيمكن احنا اكتر نادي اكتر حتى من نادي الزمالك محتاجين ان احنا نستعد للبطولات او نستعد في بداية الموسم كفريق كامل ممكن نادي الزمالك مش هيعاني او ما عندوش الحتة دي لانه لعبته اغلبها الكبار في السن فلعبوا مع بعض كتير وحفظوا بعض ولكن احنا لعبتنا كلها لعيبة صغيرة مباراة كمان ساعة كل التوفيق ويبقى الستارتنج بتاعنا جيد ان شاء الله مهم جدا الاداء النهاردة مهم جدا المكسب ان شاء الله يبقى المكسب حلفنا بشكل جيد رايز برضى اقول لحضراتكم حاجة احنا كنا مفروض يعني نزيع مباراة الكرة اليد ولكن الاتحاد طبعا زي ما حضراتكم عارفين رافض ان المباراة تتزيع بشكل او باخر يعني يمكن فيه اتفاقات وحقوق بس وبتاع الموضوع ده بيتحل دلوقتي ولكن احنا كقناة الاهلي كنا عايزين نزيع الحقيقة المباراة وكنا جاهزين ولكن لازم نوضح للسادة المشاهدين ليه كنا نزيع مباراة ونزيع النهاردة وما حصلش لان الاتحاد حتى المباراة مزع على صفحة الاتحاد مش مزع على قناة اي قناة اخرى ولكن مزع بس على صفحة الاتحاد بس على اليوتيوب مش مزع في اي مكان تاني فده اكبر دانين احنا يعني قرارات الاهلي كتعايزة تكون موجودة مع فرقتها ولكن يعني دي قرارات الاتحاد وما باليد حيلة فيصل في تمام الساعة السادسة سطاع فرقنا فريق السيدات لكرة اليد ان يكسب بفرق كبير نادي الزمالك بنتيجة اربعة وتلاتين اتنين وعشر فرق اتناشر هدف وهو رقم كبير يعني اتناشر هدف فرق في كرة اليد هو يعني زي ما بقول في البسك ده فوق الخمسة وعشرين نقطة كمان فمباراة يعني المباراة كانت على زمالة حضراتكم في اهل الجزيرة ودي تاني مباراةنا بعد اول مباراة في سموحة وخسرنا فرق اهدفين ستة عشرين اربعة عشرين ولكن مباراة عدلنا الكفة مرة اخرى وفوزنا على نادي الزمالك يعني الفريق او المنافس التقليدي يعني ان شاء الله يعني مباراة كانت جميلة جدا وقالت عارفين المدير الفني كابتن زولة كابتن محمد عادل زولة المدير الفني الفريق الاول اثناء المباراة يمكن ده الخبر يعني الجاد ان احنا كسبنا ولكن الخبر اللي خضنا مباراة ان كابتن محمد زولة اثناء المباراة حس بنغزة في سدره والحقيقة انا اتكلمت النهاردة يعني طمنت عليه هو حس بنغزة في سدره وبعد كده تم نقله بعد المباراة ما تعافيش شد العصبي يعني الناس انا عايز اقول يعني انه الناس فاكرة مهنة التدريب دي مهنة سهلة لا خالص انا نفسي يعني رفضت تمنى اخش تدريب لانه الحقيقة موضوع صعب جدا وعلى عصابك والحقيقة الواحد يعني زي ما يقوله مش بيستغني عن عصابه فكابتن محمد زولة ربنا يا رب يشفي امباراة حس بنغزة في سدره وتم نقله على مستشفى المعلمين فورا لان الحاجات دي يعارفين مهم جدا ان انت تتحقق بسرعة دخل امباراة دخلوه لعنية المركزة اتطمنوا عليه عملوا اسطارة الحمد لله واتطمنوا على كل شيء الامور تمام في بعض الامور اللي ممكن تبقى محتاجة توضيح من طبيا فالأطباء فضلوا انه يعمل كابتن محمد عادي الاسطارة وعملها الحمد لله رب العامين والنهاردة خرج من المستشفى بسلامة الله يعني الحمد لله اطمنوا عليه تماما ولكن كان مهم طبعا كل حاجة تتعمل بمحمل الجد ويبتدي ياخد لو فيه امور محتاجة علاج او حاجة ولكن الحمد لله الازمة عدت بسلام بلقوله الف سلامة ويمكن حتى نفس الموقف ده تعرض لي طبعا كابتن اسلام الشاطر كابتننا الكبير وكان بيلعب ايضا كرة في النادي وحصل برضو ازمة زي كده واتنقل بعد كده للمعلمين المستشفى الملاصقة لنادي الاهلي وبالفعل كان فيه مشكلة وتم علاجها يعني اصدق لكم انه يعني مش معنى ان احنا رياضيين او حد رياضي احنا يعني ما نتعبش لا بالعكس بيحصل كده وقال في سلامة كابتن محمد عادل ان شاء الله يكون كويس وانا بقول لحدكم نخرج من المستشفى النهار انا من نفسي اتطمنت عليه طبعا مش منه لانه ما بيردش على التلفونات ولكن من المحيطين حواليه الحمد لله هو سليم وبصحة جيدة وان شاء الله هيقود تدريبات الفترة القادمة هنروح لكرة السلة رجال وازا ما حضراتكم عارفين السينيور مستر جوستي بوش بيستعد لبطولة العرب بطولة العرب ان شاء الله هتتلاقي في الكويت والفرقة هتسافر نهار دا انا كلمتك ابتر احمد الجرحي ويمكن بمطلع الحلقة بحاول بشكل او باخر ان انا اكلم يعني اصحاب الاحداث عشان اعرف منهم الدنيا يعمل ايه الفريق مسافر ان شاء الله الكويت اتنين عشرة والبطولة هتنطلق ان شاء الله يوم اربعة يوم خمسة عشر لغاية خمستاشر عشر طيب احنا مشاركين في بطولة القاهرة اليومين دول بطولة القاهرة احنا حامل اللقب السنة اللي فاتت لعبنا مباراة مباراة بارح مع الكهرباء فوزنا فرق كبير جدا 83-19 ودي كانت فرصة كويسة انت عارفين مستر جوستي بوش بلعب المباراة بصرف النظر عن مين منافس مع كل الاحترام طبعا لفريق الكهرباء المحترم وكل الاحترام على رأسنا من فوق كل الانديا المنافسة يعني ابتدى هو المتشاط مباراة لعب الكل الـ 12 اللعيب لعبه حتى الدولين الموجودين لعبه طمن بشكل كبير على الفرقة الحمد لله رب العالمين الامور ماشية بشكل جيد ينقص بس ان شاء الله رفع معدلات التدريب الفترة القادمة استعدادا للبطولة العربية طيب البطولة العربية مين هيكون معنا محترفين المحترفين ان شاء الله يكون معنا في بطولة العربية والتر هوج اللعيب اللي هيكمل معنا الموسم انت ليك لعب تاني امريكي هو أجالبا فاكوادي فاكوادي اللعب الامريكي اللي كان معنا بطولة العربية اللي فاتت وبيلعب فيه مركز اربعة وخمسة واحد عشاق النادي الاهلي فاكوادي يعني النهاردة كتب على صفحته I will be back يعني أنا رجعت تاني او I back رجعت تاني النادي الاهلي فهو واضح تماما انه وقع تاني مع النادي الاهلي على البطولة العربية طبعا انتوا عارفين اتحاد السلة ليحتوا لعب واحد فقط فمشاركة فاكوادي معنا هتبقى اكيد قوة جدا عرفت من المصادر يعني انه هيوصل يوم الخميس بإذن الله أرض الوطن عشان ينضم لتدريبات الفريق يبقى لنا صفقة ثالثة الاتحاد العربي يسمح باتنين أجانب ولاعب عربي مين اللاعب العربي هل هنجيب لعب عربي ولا لأ الله أعلم النهاردة كان بعض المتابعين والمهتمين بكرة السلة العربية زي أشرف سمارة المعلق الأردني الكبير ولاعب منتخب الأردن السابق واللي اتشرفت الحقيقة ان احنا لعبنا قصاد بعض سنوات طويلة النهاردة كان مرشح هادي اللاعبين لانضمان لنادي الألي في البطولة العربية يعني أصدق لكم انه الموضوع والقرار في ايد ميستر أجوستي بوش فقط فقط كابتر خاد العوضي الحقيقة بيقوم بدور كبير جدا وهو دوره مسندة الأجهزة الفنية على حسب الرؤية الفنية وشفته السلة الكبير من تجديد اللاعبين والصفقات الجديدة فالحمد الله كابتر خاد العوضي يعني سبورت جامد جدا لكل الأجهزة الفنية ونفس الوقت بدعم مجلس الإدارة كابتر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة أكيد كل الكلام ده بيتم تحت إشرافه يعني الأصل أقول لكم أنه في الآخر يبقى لنا صفقة وحيدة هل هيتم ضم لعب عربي معنا ولا هيكتفي ميستر أجوستي بوش باللاثنين الأمريكان اللي موجودين في صفوف فريق ده اللي هنعرفه لفترة القادمة ولكن ليك الحق أن أنت تستعين بصفقة عربية ما بتلعبش معاك الدوري تيجي على قد البطولة العربية البطولة العربية القادمة واخدوا الكلام ده على مسؤولية البطولة العربية أقوى بكثير 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 من النسخ السابقة أنا في نوجة نظر أن هي أقوى من البال بسكتبول أفريكا اللي يجي اللي تلعبت في أفريكا أو الدولة اللي أبطال الأفريكي هي أقوى منه لأن كل اللعيبة كل الفرع سواء الجهراء الكويتي أو نادي الأهل أو نادي الاتحاد السكنداري نفسه مدعم الفريق وبالمناسبة نحب نقول إسماعيل أحمد لعب نادي الاتحاد السكنداري ألف سلامة اللي أصيب بقطع جزء في الغدروف والحقيقة طبعا نتمنى له الشفاء العاجل إسماعيل أحد أساطير كرة السلة المصرية سواء في نادي الاتحاد أو في منتخب مصر نتمنى له كل الشفاء الرجل يعني أصيب بقطع في الغدروف وإن شاء الله هنتطمن عليه ولو قدرنا حتى نجيبه على التليفون نتطمن عليه نقول له ألف سلامة وهي دي يعني الحقيقة الرياضة أنه بتقرب اللاعبين وبتقرب المسؤولين من بعض مش بتخليهم من بعد ألف سلامة إسماعيل نتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله طيب هنروح لكرة السلة سيدات عندنا في النادي الأهلي خلاص إحنا في عشرين تسعة القادم أول بطولة لنا بطولة القاهرة وإنتوا عارفين إحنا زي ما قلت وضحت في الرجال هو نفس الوضع في السيدات المتحاد السلة بيسمح به لعب واحدة أو لعبة واحدة بقى في السيدات محترف طيب اللي بيقود الجهاز الفني كانت تنترى خير إذا ما حضراتكم عارفين طبعا حصل صفقات جديدة وانضمت للنادي الأهلي وكانت معنا مرال أشرف وهالا شعراوي وطبعا عودي الثرية محمد كل دول طبعا كانوا صفقات جديدة الحقيقة في النادي الأهلي انضم لنا كمان المحترفة جيمي نارد جيمي نارد جيمي نارد دي اللعبة المحترفة الأمريكية وصلت القاهرة وتم طبعا الإعلان الرسمي ودي صور الكابتن خالد العودي بيوقع معها العقود الرسمية وعقود الاتحاد يمكن هي بتوقع بما بتيجي عقود انضمام ولكن ليست عقود الاتحاد توقع أو ما توصل وزا ما حضراتكم شايفين الصور بعد التداءة قميص النادي الأهلي جيمي نارد من أحد أفضل اللعبات اللعبت في أكتر من دوري وهي اللعبة بتلعب في مركز اثنين ثلاثة وأربعة مركز ثلاثة وأربعة وما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين هي طويلة يعني كنت قول كابتن خالد كابتن خالد طويل والحقيقة هي ضفة قوية ومزتها أنها بتلعب في مركزين ودي هيعمل منوفر وخلي بالكم كابتن طاري خالد لما كان معنا قال كده قال أنا عايز أخلي اللعبة عنده تلعب في أكتر من المركز عشان ما نوعنيش من الإصابات آخر الموسم يعني أنت لو عندك لعبة كتير اللي قدر الله لعيبه الصاب بتخلي اللعيف مش في مركز وييجي لعب في مركز تاني فلازم كل اللعبة يبقى عندك واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة في كل الأماكن فكابتن طاري خيري هو حتى أيام ما كان لعب كان بيحب نوعية اللعبة دي هو عايز اللعبة تبقى موجودة أو اللعبات بيلعبوا في أكتر من المركز فعشان كده كان اختيار جيمي نارد اللعبة الأمريكية اللي نضمت حديثا ألف مبروك وإن شاء الله ننتظر منهم الكثير بإذن الله في القادم طيب هنروح لقطاع الناشئين زي ما قلنا لحضراتكم احنا كل حلقة هنحاول بشكل أو آخر يعني نلقي الضوء على قطاعات الناشئين والناشئات في كل النادي المرة اللي فاتت جيبنا لحضراتكم 14 سنة أو 13 سنة أولاد ناشئين وشوفنا مع كابتن أحمد إسماعيل لحلقة اللي فاتت وشوفنا الدنيا ماشية إزاي النهاردة جايبين لحضراتكم 14 سنة ناشئات بكيادة الكابتن أحمد حسام واللي بيستعدوا للموسم وخلي بالحضراتكم في الناشئين في الناشئات انت عندك مرحلتين سنتين فقط 14 16 18 مفيش 20 3 مراحل 14 16 18 مفيش 20 درجة أولى على طول طبعا بيستعدوا وزي ما حضراتكم شايفين الدنيا في الصالة ما بتهداش الصالة من الساعة 2 أو 3 حتى 12 مساء تدريبات بالنسبة للناشئين والناشئات طبعا ميستر دانيا الرئيس القطاع الأسباني بيتابع تدريبات بنفسه كل يوم بيقعد متواجد 8-9 ساعات بيتابع التدريبات هنا أو هنا وبحقيقة بيقعد بين الملعبين الملعب ده ملعب الناشئات والسيدات ملعب لقصاد الناحة التانية الناشئين والرجال 20 سنة فطبعا بيتابع كل حاجة بنفسه كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب التدريب مع فريق 14 سنة ناشئات خلينا نشوف الجهاز الفني واللعبات ألوية وارجعنا حضرنا كتاب بدأنا حوالي بقالنا أسبوعين الأسبوعين دول هم كانوا نهاية فترة الإعداد وبداية فترة الإعداد الخاص احنا مركزين الفترة يجب نشتغل على تمرينتين في اليوم مركزين جدا أننا نشتغل ونأسس فندمينتالز كويس جدا ومهارات السياة كويسة جدا للولاد في المرحلة السنية ديت إحنا إن شاء الله هنبدأ البطولة منطقة القاهرة في آخر 9 عندنا بطولتين السنة دي بطولة منطقة القاهرة بطولة منطقة الجمهورية دائما بالركز بناخد كل حاجة عملية حسابة كويس جدا بنحاول لها للركز الأول في بطولة المنطقة إن شاء الله لما نخلصها نستعد تاني اللي بطولة بطولنا هو المرحلة السنية ديت عموما بيجي لهم طفرة النمو فغالبا الجوينت أو المتفاصل عندهم ما تبقاش في أفضل حال يعني لأنهم بيطالوا في المرحلة السنية ديت فمعظمهم في المرحلة السنية ديت بيجي لهم إصابات سواء في الرتبة أو في الأنكل فإحنا بنحاول إن إحنا ننكر جدا إن إحنا بنحط الحملة التدريبة بتاع الأولاد دول إن إحنا نفوكس على البنات اللي بيبقى بيمروا بالمرحلة ديت وفي حالة إن إحنا ظهر عندنا كذا حالة بالشكل ده إحنا نستوب ما بنحطش علوهم لوت خالص نبدأ نعمل لهم بيكافري كويس جدا وبنريحهم كويس جدا عشان نيبدأوا يكملوا معنا الموسم من غير ما يحصل أي إصابات تانية غلابا ممكن يخدأ في خلال الأسبوعين الجايين دول يعني آخر تسعة إحنا بنجهز دلوقت إن إحنا نحط لسيستم الديفنس للفرقة طبعا إحنا شغالين جزء بدني حوالي ثلاث أو أربعة تيام يعني الثلاث أيام وإيوم ريكافري في وسط الأسبوع ده اللي إحنا شغالين عليه للفترة دية بنحاول إحنا يعني نوقف الفرقة كويس ونبقى جاهزين قبل منطقة للقاهرة إن شاء الله إحنا بدأنا تدريبات أطاقت في شهر تأمانيا حاجة كده وبعد العيد وبدأنا تدريبات حاجات ديفانسو كده عشان يعني نتوافات بقى وكده نتوافت عليها وهنشتغل صبح وليل وكده عشان نتحسن وكده عشان برضو المنطقة في شهر عشرة فعايتين بعد اسبوعين كده فعايزين نتجدعا عايز يعرفنا لديفانسي دي حاجة مهمة ولازم مما حد يضايق بسكت لازم يجع ديفانسي عشان في لناش ما بترجعش فأو عايز يهتم عايز يقول لنا إن ديفانسي مهم ويهتم بينا فتنس ساعة ونصة أو ساعة كده والبسكت ساعت بنتمارن صبح ساعتين وعندنا تنمين ثلاث ساعات بالليل وساعات ساعتين بالليل ويعني نتمرن حابة بسكت كتير يعني لنا المنطقة أول والجمهورية أول إن شاء الله بدأنا من بعد العيب شوية شهر 7 ما تهيألي واننا بنتمرن على الديفانس أكتر وبنعمل حاجات الديفانس وفي كادة المهتمة اللي حنا ما نعمل يعني بتجيب بسكت بنرجع الديفانس بسرعة وما تأخرش في ناس ما بترجعش وكده الفاست بريك فاست بريك بيركز عليه ودفانس برده وما اتنين بيركز عليه أكتر ساعة فتنس وساعتين بسكت إن شاء الله ناخد الجمهورية ومنطقة إن شاء الله وعايز أوضح لحضراتكم طبعا شفنا التقييم مع بعض بس عايز أوضح أمر النادي الأهل السنة دي شاف من الأفضل أو الأحسن فنيا أنه يوفر قيادة فنية ليقطاع الناشئين والناشئات في كرة السلة واليد تحت قيادة أسبانية طيب ليه النادي الأهل موجة نظري طبعا أنا يعني متابع وشايف موجة نظري إنه عايز يبقى الدرجة الأولى والناشئين والناشئات هارموني واحد مع الدرجة الأولى في السلة والطير السلة واليد بمعنى مستر أجوستي بوش هو أسباني مدرسة أسبانية والحمد لله المدرسة نجحة جدا في الدرجة أولى يعني خلي بقى لكون المدرسة الأسبانية ممكن إحنا عشان شعوب بحر أبا المتوسط فتلاقي الثقافات والعادات والتقييد قريبة جدا من بعض فمستر أجوستي بوش نجح فأنت عايز أو السياسة اللي جاية دلوقتي في النادي الأهل يا جماعة وأنا بقول لك أنا بقرأ ما بين السطور ما فيش حد مسؤول تلع قال الثقافة في النادي الأهل دلوقتي هو الاعتماد على قطاعات الناشئين والناشئات أولا أنا مش معقول هصف كل المبالغ الكبيرة دي مع لعبين ولعبات وطلع لعيبة على أعلى مستوى وقال لهم يا جماعة تفضلوا روحوا عندي أخرى لأ النهاردة السلة ما عملتش صفقات كتير ليه لأنه هو مستر أجوستي بوش بصص على لعبته بصص على الناشئين ناشئات وعايز أقول لكم والكلام ده أنا بشوفه بعناي مستر أجوستي بوش بيحضر كل التمارين من 14-16 يخلص التمرين قبل التمرين ويجي يحضر وبعد التمرين ويروح فمرتابع لعيبة وفيه لغاية 7-8 سين قدام عارفين مين اللي طالع والله إذا ما أقول لكم جدا يا جماعة أقول لكم الكلام صح مدرب الأعداد البدني في كابتن الشيحي اللي هو مسك الأعداد البدني في الدرجة الأولى ودكتور نادر خزام نوتريشن أو التغذية في الدرجة الأولى متابع كل اللاعبين اللي فيه قطاع الناشئين والناشئات البروميسينج أو اللي هما شايفينه ممكن يطلعه انت بكلم جدا يا كابتن أه لا بقول لكم الكلام ده حقيقي الدرجة الأولى وده اللي احنا عايزين نعممه الدرجة الأولى بصين شايفين مثلا سين صادعين طلعين من 14 16 18 هما دول لعبها البروميسينج اللي ممكن يطلعوا درجة أولى شغالين مع مدربين الدرجة الأولى سواء فتنس أو تغذية بتعمل انبادي بتشاف نسبة الفات نسبة الماس ماصلز المية في الجسم بتتحطله برنامج تغذية يمشي عليه اللاعب عشان بعد ست سبع سنين لقى حاجة كنبلة ما حصلتش طب ما الكلام ده يا جماعة يعني أنا عايز أقول لكم شايفين نادر أهلي الكلام ده ياريت يتعامن في مصر كله ياريت كل المدربين فوق يبصوا على تحت هنبقى في حتة تاني فنفس الكلام بيحصل في اليد نفس الكلام بيحصل في اليد نفس الكلام فوق بصين على تحت لدرجة ان رئيس قطاع الناشئين وناشئات في كرة اليد فوق مساعد لمستر داني في الفريق الأول يعني كلها بقت منظومة واحدة طب ليه بسمع مول كده في الطائرة الطائرة احنا يعني فريقين بسنين ضوئية عن أي حد في مصر فالطائرة مش محتاجة دلوقتي كده هو ده يعني نظريتي اللي حبيت اقولها لحضراتكم وبتتقري من بين السطور طيب هنروح ليه منتخب الشباب للكرة الطائرة وطبعا سعد بطولة العالم بعد ما اخذ الفضية افريقيا بعد الهزيمة من منتخب نيجيريا القوي جدا منتخب نيجيريا قوي جدا وبنتيجة 3 صفر وسناء الاهلي يعني كانوا ليهم دور كبير جدا وسعدوا المنتخب فيه الصعود بطولة العالم تعرفين طبعا حمزة الصافي والشريف محمد اللي اتنين هم اللي بيلعبوا مع منتخب الشباب وكابتن حسام شعراوي المدرب العام ابني نادي الاهلي ومدير فني هذا الجيل في النادي الاهلي المساعد طبعا انا بقول ألف مبروك الصعود بطولة العالم ولكن هنا في نقص خطر هنا ده منتخب الناشئين لما ياخد تاني افريقيا مع نيجيريا احنا محتاجين وقفة محتاجين نعرف ليه الخسارة وليه ما خد ناشئ بطولة افريقيا لانه انت بتكلم على مستقبل الفرق دي مستقبل اليد ناشئين وشباب واخدين البطولتين افريقيا عشين هدف مثلا في النهائي يعني احنا الحمد لله ركبين في اليد جامد الطائرة هنا محتاجين وقفة الاتحاد محتاج عنده أجيال كويسة وعنده أجيال قليلة الفريل اول ضعيف او قليل في فريل اول في الكرة الطائرة انتخب الشباب كويس وانتخب الناشئين واقع فإذا عنده قوة وضعف في بعض النقاط عشان يبقى حقانيين ولكن فيه أزمة في الطائرة ومحتاجين طائرة تانية طائرة غير السلة الطائرة كانت فترات طويلة بمتسايدة افريقيا وبتطلع بطولة عالم سابع تامن تاسع يعني كانت الدنيا حلوة الطائرة بقى لفترة بعيدة يمكن الأزمات وحل الاتحادات والكلام ده كله ومرضيع أسرت لازم الاتحاد يقعد يعمل خطة طويلة المدى تلات سين اربع سين هيعمل ايه ولازم يكون الاتجاهات ملهاش لون يعني القرارات اللي هتتاخد مش ملهاش لون حضراتكم فاهميني ولا اللون ده ولا اللون ده مصلحة مصر هي والمضوع اللي يمشي ما تحاولش تقوم حاجة على حساب حاجة عشان في الآخر برضو مصر اللي هتتضار أو منتخب مصر اللي هتتضار أتمنى الاتحاد هو اللي يمشي وهو طبعا هم اللي بيدور اللعبة وكل احترام ليهم وهم شايفين الدنيا أتمنى ان يبقى الحكم والقرارات مجردة أنا بقول لي الكلام ده عشان في الآخر منتخبات مصر هي الهدف وهي الأساس اسم مصر هو اللي لازم يكون في المقدمة دايما مبروك طبعا نتأهل لبطل العالم ونتمنى الفترة اللي جاية ان شاء الله الكرة الطائرة ترجع لصابق عهدها كما تعودنا خليها طلع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع نكمل أخبارنا ولكن بعد فاصل أهلا بحضراتكم من جديد الكرة الطائرة سيدات يمكن الغريب أو الكرة الطائرة عامة الدوري بيتأخر بيتأخر بشكل يعني أنا مش شايفه مبرر كل الأندية حددت خلط أو كل الاتحادات أناس كل الاتحادات حددت بشكل البطولة الياد النهاردة بنلعب السلة بطولة عربية أجلت لنا الدوري شوية وهنلعب بعدين المرتبط يبقى المرتبط أنا كنت بكلم كابتن أحمد الجرحي المرتبط تقريبا هيبقى في آخر عشر كل المعالم المنافسات ظهرت بشكل يمكن أربع خمس شهور جايين الطائرة اللعبة الوحيدة اللي دايماً بتتأخر فالكرة الطائرة سيدات من في نادي الأهلي من الألعاب اللي بتتضرر من ده إن ما فيش شكل الموسم فكابتن الحمد الصاف الحقيقة بباش عارف يا علي الحمل ينزل الحمل بيتارجت أني معاد يعني أنت متارجت مع شهر عشر البطولة ولا شهر احداشر يعني إحنا عاديين مع نجمات الكرة الطائرة حتى في نادي الأهلي أو بنوعد مع المدربين بيقولك طب أنا هتارجت إيه يعني هتارجت على شهر احداشر المطشاط والعشرة علي الحمل أصفر اللعيبة أديهم أجازة يعني أعمل إيه فالموضوع ده يعني مزعج شوية كاميرا أبطال روحنا وحضرنا أحلى التدريبات مع فريق كرة الطائرة سيدات وشفنا ونقشناهم في حاجات كتير وعرفنا إزاي التدريب وبيهل بيعلوا الحمل التدريبي ديوقتي كابتن الحمد الصافي وده في التدريب هناك جوة صلت الشهداء في مقار نادي الأهلي بالجزيرة اتناقشنا معهم وشفنا إيه اللي هو بيتم وإيه اللي بيحصل وإزاي بيستعد وإزاي بيقتله حتة أو يعني يعني إزاي بيتغلبه على موضوع عدم ظهور المنافسات دي العليمي طبعا نجمة منتخب مصر إزاي بيتغلب على ده عدم ظهور أو وضوح الرؤية بالنسبة للمنافسات يعني كابتن الحمد الصافي ها دي مشكلته وكمان هوا عمل مطشاط وده ها عمل مطشاط وده كل أسبوع موضوع بيبقى صعب جدا الكاميرا الأبطال كانت حريصة نتقابل كابتن الحمد الصافي واللعبات وكابتن نهلة سامح طبعا كابتن فريق وسجلنا التقليد نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجعتين موسيقى الحمد لله احنا ابتدنا فترة الاعداد من بدري ابتدنا أول أسبوعين كالياقة بدنية ابتدنا خمستاشر ستة أول أسبوعين كالياقة بدنية ابتدنا من الشهر اللي فات ان احنا ندخل بقى في الملعب ونشغل شغل المهارات الفردية وكده والحمد لله يعني اتمنا الاستعدادات وتقريبا دلوقتي بقينا في شغل الملعب ان شاء الله يعني كمان أسبوعين ثلاثة ممكن ندخل بقى مرحلة المباريات الودية بإذن الله والله احنا هنحاول نعمل مباريات متدرجة يعني هنحاول يبقى مع فرق اللي هي متوسط المستوى في الأول وبعد كده نلعب مباراة واثنين أو ثلاثة قوية مع فرق قوية هنحاول برضو لو في معسكر صغير نقدر نعمله قبل بداية الموسم لتجهيز الفرق وانضمام المحترفين طبعا بعد كده هيبقوا فترة اللي هي قبل الدور دي يبقى الانسجام مع الفريق وكده وان شاء الله بإذن الله يبقى الفريق على نص عشرة آخر عشرة كده يبقى تم استعداداته تماما ان شاء الله بإذن الله والله احنا جددنا لكل نجوم الفريق آية الشامي وصارة أمين دعاء لغباشي نالة سامح شروف واد جددنا وماريوم مصطفى جددنا لكل اللعبة ونادى وليد تعمل لها تعديل وتجديد كل نجوم الفريق تعمل لهم تجديد وجبنا الصفقات دعاء محمد وماريوم صاروات وعالية عالية من نادي الشمس برضو حيئة كلهم صفقات كويسة وإضافة لنا بإذن الله بالإضافة طبعا للمحترفين جبنا سنتر بلوك من بورتوريكو وإن شاء الله بإذن الله في الفترة الجاية مستنين لعبا مركز أربعة وبقوية بإذن الله طبعا احنا بتدينا عدد طبعا زي كل سنة بيكون في الأغلب الأول بيكون طبعا لياوكا يعني بنكون فتنس الأول بعد كيف بنبتدي ندخل للفتنس مع الكورة بس ودلوقتي الحمد لله وصلنا للمحالة متقدمة شوية يعني ابتدينا نقف وقافة ملعب وطبعا بالتدامعات الجديدة بنحاول طبعا كل تتاقق مع بعض في الملعب فالحمد لله وصلنا للمحالة متقدمة يعني يمكن الدنيا سهلة شوية بالزات اللعيبة دي كانوا معنا في المنتخب كمان احنا بالزات لسه جائمين بطولة منتخب قبل الاعداد على طول ولعبنا معهم كتير في المنتخب فكان سهل ان هما اللعيبة يعني يدخلوا وسطنا في الملعب والكلام اعتقد حيكون قريب يعني في الفترة اللي جاية احنا كمان منتظرين فيه لعيبة من فريق الشبات في بطولة الأفوكاي بلعب النهار النهائي فهينضموا الليل ان شاء الله أولا ما يرجعوا وبكده الفترة ان شاء الله تكون كاملة وكمان المحترفة من بورتوريكو هي رجعت تلعب بطولة العائلة مراجعة تاني فأعتقد لما الفترة تكتمل هنبتدي يعني ان شاء الله طبعا اهدافنا زي كل سنة نحن نفوز بجميع البطولات اللي بنشارك فيها ان شاء الله يعني حضراتكم شايفين التقرير طبعا بيتكلم عن نفسه هو انت بتتمرن ومش عارف امتى هتلعب وبتعلي الأحمال بس هو الفكرة الملل يعني هل يعقل ان انا نقعد عشان نبتدي الموسم في شهر 11 بسحب جدا يعني انا شايف انه لازم اعادة نظر في موضوع ان الدور يتأخر كده يعني السلة هتبتدي في اخر اليد ابتدأ والرجال وسيدات انا عشان نبتدي في شهر 11 او 12 يعني طب ده ازاي في الاخر هعمل شفتنج وهيخلص هتخلص شهر 7 مثلا او 6 يعني صعب فأتمنى ان يبقى فيه وضوح ولازم اتحاد الكرة الطائرة يشتغل على ده طب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو ليه علاقة بالسكواش عندنا طبعا نجمنا مصطفى عسل المصنف الثالث عالميا واحد افضل اللاعبين في العالم دلوقتي كان بيلعب طول القطر المفتوحة اللي خلصت من يومين تقريبا مصطفى كان ماشي بشكل جيد لغاية مقابل محمد الشرباجي فيه دور قبل النهائي وخسر للأسف 3-1 فيه مباركة يعني صعبة شوي مصطفى لعبت تاته الرابع وفاس في تاته الرابع وخد المركز الثالث وطبعا ده كويس يعني هو طبعا المصطفى راح يكسب ولكن يعني يعني انت تارت عالم واخد تارت فالدنيا بتمشي طبعا دي لقطات وهناك طبعا من تنظيم البطولة في قطر وكل سنة بتتعامل دلوقتي وعلى فكرة بطولة قطر المفتوحة السكواش أصبحت من أكبر البطولات السكواش في العالم يعني دي حاجة برضو أكيد وبطولات رانكينج فئة أولة ايه؟ محمد الشرباجي فاس بالبطولة دي أول بطولة لمحمد الشرباجي بعد ما خد جنسيته الإنجليزية وبيلعب تحت يعني جنسيته الإنجليزية دي أول بطولة لمحمد الشرباجي يحصل عليه طيب أنا يعني هل انت كهيس امراضي يعني البداية دي أراضي لان دي بداية الموسم لمصطفى عسل ولسه طبعا البطولة كان فيها نجوم لعالم كلهم وان هو يوصل تالت مع بدات الموسم حاجة كويسة يعني الخوف كان يطلع من تمانية يطلع من أربعة كان ممكن الرنك بتاعه ينزل شوي هو تالت واخد تالت في البطولة فإذا احنا بالحسابات كده لا هو ان شاء الله مش هيتراجع عن هذا المركز ولكن ان شاء الله اللي جاي أفضل اللي جاي لمصطفى عسل أحسن مصطفى بيشتغل على نفسه وبنقول له مش نهاية الدنيا يعني مش معقول كل بطولة تخشها مصطفى تكسبها ولكن هو بيشتغل على كده هتلاقي مصطفى بيعاتب نفسه بيلوم نفسه إزاي يقدر يفوز البطولة اللي جاي عنده أجندة مليانة السنة دي مصطفى عنده ومحطوط له أجندة محترمة جدا مع مداربه كابتل محمود عبدالقادر وطبعا نائب رئيس أو نائب مدير الفني أو مدارب العام كابتل أحمد حسني المجموعة كلها بتقعد تحط له بلان مع مداربين السكواش اللي هم مداربين الفيتنس بيعودوا كلهم بيحطوا له بلان بحيث انه ياخد أوقات من الرحة كويسة وبعد كده يشارك في بطولات يجمع النقط بحيث انه ينتهي في نهاية الموسم هو فرانك أفضل إن شاء الله التاني أو الأول مصطفى 21 سنة عشان نبع عارفين مصطفى لسه صغير في السن ولسه ينتظره يعني مستقبل باهر فربنا وفاكك مصطفى وهارد لك مبروك المكهز التالت وبالنسبة البطولة مجموعة جوائزها 187 ألف دولار تخلي الرقم السكواش يعني احنا بنتكلم فيه حوالي 4 مليون جنيه أو 3.5 مليون جنيه من 3.5 4 مليون جنيه على سكواش ميسم مجموعة جوائزها الأول بياخد جزء والتاني والتات والربا وهكذا فإذا هي أصبحت السكواش لعبة اللي بيوصل فيها لا بيبقى ليه يعني دخل جيد وبيبقى ليه مشاركات جيدة فالسكواش أصبح ليه رعاة كثيرين على مستوى العالم وفي مصر كمان شركات كبيرة وبنوك كبيرة بيطرع على السكواش طيب هنروح لخبر تاني في الجنباز استوقفني الحياة وإحنا كنا بنقلب على السوشيال ميديا لقينا خبر يعني وقفنا كده شوية اتحاد الجنباز على صفحته وعلى الصفحات وعلى الميديا أعلن أنه ضم البركور رسميا لمنافساته البركور ده أحد المنافسات في الجنباز ما كانتش موجودة في مصر فطبعا رئيس الاتحاد الدكتور إهاب أمين أحد أنشط الشخصيات الرياضية في مصر قولا واحدا هذا الرجل يعني دقوب ودائما بيدور للاتحاد لعبته ولعبته على الأفضل فهو اللعبة دي أو النشاط ده أو الفرع ده ما كانتش موجود في المنافسات دخلوا وهيعمل منتخب مصر ليه وهيشارك في طولة العلام اللي جاي احنا وراه بندعمه وشايفين ده خطوة جيدة جدا اتحاد الجنباز برقاسة الدكتور إهاب أمين أعلن ضم رياضة البركور لمسابقاته الرسمية وهيكون لها منافساتها الخاصة وهيكون منتخب مصر خاص باللعبة في الفترة اللي جاي خبر أكيد 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 يسعيدنا بشكل يعني كبير جدا وهينضم البركور للأفرق المختلفة من الجنباز زي الجنباز الفني هينضم ليهم طبعا زي الجنباز الفني رجال سيدات الجنباز اللقائي جنباز الترامبولين جنباز الايروبيك الجنباز العام كل ده هيبقى جنب طبعا البركور اتحاد الجنباز زي ما قلت لحضراتكم أعلن أنه هينظم دورة دولية لمدربي البركور خلال فترة من 26 ل30 سبتمبر اللي احنا فيه وهتكون في المركز اللومبي في المعادي وده هيكون بالتعاون مع اتحاد الأفريق والدولي الجنباز الاتنين اتحاد الأفريق والدولي وهيشف على تنفيذها رئيس اللجنة الفنية للبركور بالاتحاد الدولي للجنباز مش بس خد قرار بعودته لا ده تنظيم بطولة على طول لأن ما فيش وقت انت عايز تعمل منتخب فلازم تشتغل على طول طبعا دورة دولية طبعا الأصدق دورة دولية تبقى في سبتمبر اللي احنا فيه فطبعا مش بس انت علنت ان اللعبة دخلت او النشاط دخل عندك في الاتحاد ولكن انت نظمت بطولة مباشرة ولمزيد من التفاصيل ونعرف يعني كواليس هذا القرار معنا الدكتور إهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجنباز أهلا بك دكتور وحشنا جدا دكتور والله بشكل لا تتخيلوا ربنا يكون فعونك وزي ما أنا قلت حداك من الشخصيات الرياضية الدقوبة في مصر دلوقتي واحد أبرز الشخصيات الرياضية في مصر كلمنا دكتور عن الإعلان اللي انتو أعلنتوه طبعا كاتحاد عن ضم البركور رسميا لنشاطات الاتحاد طبعا عشان الناس تتعارفة التطور ضم حوالي 4 سنوات للمسحاد المصري للجنباز تبتها بأي للمسحاد المصري للجنباز ضم نشاط البركور ضم نشاطاته أو أفره الرئيسية في جمهة الأممية المتافية وبدأنا نحط الخصة لخصة عمل لنشاط البركور طبعا حضرتك عارفت أول حاجة لازل نسمي بيها نحن نخلق نوجد الكوادر الثانية المناسبة لبدء نشاط البركور وهي فرع الأوروبة للمسحاد المصري للجنباز نحن نجهد كوادر شابة من المدربين جبنا لهم خضراف أجنبية رأيكم للمسحاد المصري للجنباز من المتاحات الدولي وهو بطل من أفراد التذكور على المسحاد العالم وهو اللي جاي بنفسه هو اللي حيشرف على الدورة الدورة دي بالتعاون مع المتاحات الدولي وهي الدورة دي مدينية يعني مدفعة للأجر كامل من المتاحات المصري بالنظامة هنا في مصر حيحضرها في 22 مدرب المتاحات الدولية نعملنا كلنا إأمانات على صفحة الاتحاد الرسمية وعلى الفوشيال ميديا وجلنا تقدم لنا مجموعة الدينة من الشباب اللي بنختار نفخل السيديات بتاعتهم أفضل العناصر اللي نفع بيهم كدفعة أولى للكورس ده الكورس ده في 22 هو حيشف حيفهم المدربين من أفاس التذكور شكلها إيه المراحل العنبية الثالثة إيه اللي يتترب في كل مرحلة اللي هي تفهم لصوصيص الاتحاد البيلي للجعبة بنجهز الناس للنشاطات بتاعت التذكور او لتضاف التذكور يمكن احنا زي ما حبرتها قلت في الأول يعني هنشارك ان شاء الله ببعضها في طولة العالم في شهر أكتوبر اللي جاي لحفظات اليابان بطلة العالم للتذكور وده يعني بكم تسمع رئيس الاتحاد البيلي رئيس الاتحاد اليابان اللي كانوا مرحلين على ان مصري بشتارك في ريالة طب اول لي يا دكتور يعني احنا برضو يعني كلمنا عن كواليس الجلسة اللي كانت بين حضرتك وبين معالي الوزير الشباب وريادة دكتور أشرف صبحي واللي ناقش مع حضرتك عن تنظيم البطولة الايروبيكس بطولة العالم بطولة دولية للأيروبكس وبطولة العالم السنة الجاية يعني كلمنا عن كواليس اللي عادة ديتك النهاردة طبعاً القعبة كانت كبيرة شوية أو حجم الموضوعات اللي يناقش كبير جداً ويمكن بكثير أشرف يعني من أحد أو الدعم الأكاسي لرياضة الدينباس في مصر ويمكن لما يتحدث بالتحاج هو بيدعم عنا وباكينج منا في كل التحركات النهاردة كان فينا 1.2 كبار قوي أو كان في حوالي 7 ملفات أو 8 ملفات سأكبرهم بطولة العالم للأيروبية لكن إن شاء الله بإذن الله هنقدم على صدافتها في الاتحاد الدولي في الجماعة الأممية وإن شاء الله اللي حتقان في ألطانيا في شهر أسباشر فطبعاً بطولة عالم لازم تاخد نفس الهزارة والدولة لدعم هذا المحفل الكبير اللي حيحضره حوالي 1.6 مشترك فطبعاً بطولة دي فطبعاً بطولة إن شاء الله هتقان في عشرين وعشرين وده هتبقى أهم الأحداث الرياضية في رياضة الجنباز وده أول مرة مصر تطبيق بطولة عالم عبدالتك تعلم كويس نحن بطبيق كاس عالم للثاني أولاد والثاني بلاد كل سنة اللي بقى بواحدة البوليكيات اللي بيصال بسه اللي حيقام تاني في 23 و 24 تبقى لخطة الاتحاد الدولي لما تطبيق العالم بتقاوم كل سنتين دي الفرع الثاني وهو فرع الايروبيك وهي إن شاء الله همتحدثها في مصر في الغالب حتى بقى في مجمع الصلاف إن شاء الله دكتور وده حاجة أكيد تساعدنا وده مش غريب عليك انت على طول بتفاجئنا دايماً بالأخبار السعيدة وخلينا أقول حداك كمان كرئيس الاتحاد الأفريكا دكتور يعني حققت حلمك اللي حداك كلمت معنا في البرنامج فيه أخر مرة استطفنا سيادتك وهي بطولة أفريكا للأندية حداك قلت إن أنا هشتغل عليها وهعملها وبالفعل إن شاء الله هتتلعب في مصر في الفترة من واحد وعشرين لخمسة وعشرين كلمنا عن كواليس يعني البطولة اللي حضرتك حلمت بيها عبر أنا عايز بس أكمل الملاسة الثانية اللي هو ملاسة فضل يا دكتور مع الهزارة النهاردة مع علي وزير الشباب الرياضة أشهر صفتي لأن البركور مش رياضة عادية ده مشروع حولي البركور الليعبة وعلى أجهزة وأدوات وعلى خلاص الرياضة تستمرت الحدائق في أي مكان هم تقدر تستمرن فدي فرصة بيئة جداً إن نحن نفتفق بالشجاب في هذا السن سن الاربعتاشر سنة أولي فيماسوا الرياضة هم بيحبوها المشكلة على فكرة البركور موجودة في مصر بشكل كبير جداً بس نسمى جميع صغيرة منفصلة النهاردة الناس دي محتاجة أمبريلة أو مضلة رسمية تشتغل تحتيها وده اللي احنا المهاردة فيما بيتانا فيما مع المعالي وزير الشباب والرياضة إن احنا إزاي بدعم من الوزارة نحن نبدأ ندخل الفاسدور بركة الشباب بركة الشباب بركة الشباب بركة الشباب أو التجمع أو مساكن أو حتى في العاصمة الإدارية الجديدة بركة الشباب بركة الشباب بركة الشباب بركة الثانية حضرتك محدش يعرفها جابة الفاركور هتخش الانتياس 28 إيه ده؟ ده خبر جديد ده أول مرة ناخد بانه يعني 28 البركور معنا في الإلمبياد معنا في الإلمبياد الله الله هو ده الشغل يا دكتور فأنت بتستعد من دلوقتي؟ أنا بستعد من دلوقتي أنا أنشي اللعبة وأجهز الملاعب وأجهز الأماكن وملفتها وأعمل كواد المدربين واستهلنا طفل الشباب في اتصاع تنافسي بينهم وظن بعض ومرفت رياضة واختار الخنات أو أبرز الخنات اللي نصرف عليها وندعمها ونمرنها بشكل مختلف اللي تقدر في الأخير تمثلنا في محافة الدولية ونقدر بسطولا نجيب مدينة كلام سليم 100% دكتور أحييك عليه أنت بتستعد من دلوقتي إلى 20-28 كلام 100% صح وده كان الملف اللي نحن كانت فيه مهاردة أو تاني أكبر ملف اللي نحن كانت فيه مع دكتور أشرف صورة مهاردة الأعبة طويلة كانت ساعة ونصف تقريبا وقت طويل طبعا وحضرها تقريبا كل السيابات الموجودة في المزارة لأن كل ملفكم كانت فيه محتاج يعني كل أفرع الوزارة تبقى موجودة معك أنت يا دكتور يعني ماشي بسرعة أنت تعب الناس كلها معك يا دكتور ما شاء الله يعني أنت ماشي بسرعة يعني كبيرة فطبعا الناس كلها مشمرة وشغلة معك ربنا يا خير ده حقيقة والله يا بص احنا بنا نتحجل الرياضة البطرية ويعني حقول لحضرتك حاجة احنا النهاردة في الدولة بتعيش في فترة اللي ما يستهلش هجيل فترة يبقى فترة النهاردة فيه دعم من الدولة بالتصفيات فعلا في صالة العاصمة الإدارية الجديدة فعلا في صالة العاصمة الإدارية الجديدة يعني حاليا بكادل حضرتك من العاصمة الإدارية تصفيات منتخب نصر بالبنات اللي بنختار فيه المنموعة الحقر العربية وبطول في العالم شهر عشر لا بالتوفيق يا دكتور وخليني برضو عبلي عشان يعني عشان وقتنا بس خلينا روح للملف كمان بتاع بتوط أفريقيا مهم جدا عايز اسمع من أحداك بطولة بطولة أفريقيا بيتمت التجديد مية وحتى تعمل فعلا في الحالة إن شاء الله للأمدية لفروق البطاظ المختلفة مع بطولة كأس الفرامة اللي احنا يعني بطولة برضو دولية دمج البطولين إن شاء الله في الناس احتمال وارد أو حنان كل حالة فيهم منتصلة لأن احنا نحتاجين عدد كبير الثاني عندنا خبال كبير جدا إحنا يعني جميع الدول أو الأمدية اللي حضرت البطولات بصافة خلال الثلاثة بصافة نعم من المهاردة زي عاصلنا في الناس البطولات عسول عايزين يشاركوا طبعا 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 دي حقيقة لأنه أنا 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 متوقع ده مش غريب يعني أنا أحدك بتقول ليش حاجة هم جوموا شافوا نجاح البطولة ودي حقيقة والله إحنا مش بنقول كده عشان حاجة ولكن دي الحقيقة إحنا إحنا في عدنا إنتناس كبيرة جدا يعني يعني يجب أن نفعلها بشكل الأفضل كتير والله الثلاثة فيها خير كتير ونقدر نعمل إن شاء الله وننجح برجالة مصر ناس كلها بتحب الثلاثة وننجح وحنننجح والله هننجح إن شاء الله هننجح إن شاء الله وبشكرك يا دكتور إهاب أمين رئيس تحدي الجلواز وبشكرك حاجة جدا يا دكتور وبدعوا من خلال حضرتك جميع لعبني وممارسي وبحب نعبة البطول فتواندهن الاتحاد المصري للجلواز أي مساعدات إحنا جاهزين بيها هدفنا إن احنا ننمي هذه اللعبة ونكبرها ونبعها إن شاء الله إحنا نضم صوتنا لصوتها دكتور وإن شاء الله أنا تمنى وهنتابع كمان الخطوات في الاتجاه ده مشكرك شكرا جزينا دكتور إهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجلواز وأيضا رئيس الاتحاد الأفريقي بشكرك شكرا جزينا دكتور لما تلاقي حد شغال حقيقة بتبقى فرحان وتلاقي حد دايما مؤمن بإمكانات الدولة بإمكانات رجال مصر حقيقة ببقى سعيد دكتور إهاب أمين رئيس الاتحاد الجنباز وزيه كتير الأستاذ عبد منام الحسيني رئيس الاتحاد السلاح أنا مش عايزة نسى حد فيه مهند شيف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الاتحادات اللي بتصحب مصر قدام نحن كلنا في ظهرهم وكلنا هنكون سعداء بالإنجازات اللي بيعملوا هنروح للمصرعة يمكن كيشو أحد اللعبة مصر المهمين بيودع بطولة العالم من دور الستاشون دور الاثنين وثلاثين للأسف في خروج مفاجئ يعني هو كان متوقع لكيشو أن هو يوصل لنتائج يعني أفضل من كده خسر دور الاثنين وثلاثين من بطل أوسبكستان بنتيجة أربعة اتنين كان منتظر يشوف لو بطل أوسبكستان وصل النهائي ممكن يلعب دور الترضية وده بيبقى ممكن ديك مركز متقدم ولكن للأسف بطل أوسبكستان خرج من الدور 16 من بطل إنجلترا بنتيجة أربعة واحد فكده كيشو ما دخلش دوري الترضية طيب مفاجئة المصرعة بيشارك بطولة العالم بمين بيضم ست لعيبة وهم هايثم فاهمي وزن 60 كيلو ومحمد أبراهيم كيشو اللي قلنا عنه الخبر وزن 67 كيلو ومحمد مصطفى متولي في وزن 87 كيلو وعبداللطيف مانية في وزن 130 كيلو ومعهم في المصرعة الحرة يوسف حميد في وزن 125 كيلو وطبعا نجمتنا الكبيرة آسف يوسف حميدة في وزن 125 كيلو جرام وصمر حمزة في وزن 76 كيلو جرام وبدرب طبعا منتخب المصرعة الرومانية أو المصرعة الرومانية بيدربهم طبعا دي مصر كيشو مع حضراتكم نجمنا نجم منتخب مصر بيمرانهم كابتن كمال عبدو أما المصرعة الحرة والنسائية بيدربهم كابتن محمد طلبة بيترقص الباثة اللواء محمد محمود وهو نائب رئيس الاتحاد المصري نتمنى إن شاء الله التوفيق لأبطالنا المصارعة المصارعة رياضة نحن نحط عليه أمال كبيرة جدا في الأولمبياد يعني إن شاء الله يعني يبقى فيه في الاتجاه ده يتبقى فيه شغل كويس بس أنا قبل مختم طبعا أخبارنا أنا عايز بس أروح لخبر بعد إذنك يا جماعة سريع يعني عن عبدالله جلال البطل رفع الأسقال المصري الناشئ طبعا صغير السن اللي طبعا طلعت نتيجة يعني عينته إيجابية فيه تحليل الوادو أو اللي هو منظمة المنشطات المصرية عملت بتامل تحليل اللاعبين لقيت عنده يعني عينة إيجابية لا عايز أوضح حاجة إيه لأ أنا سألت طبعا وكان فيه يعني فيه اتصال بيني وبين كابتن فاطمة عمر طبعا نجمتنا الكبيرة البرالنبية وطبعا دي أسطورة كبيرة أفضل يعني أنا بموجة نظري أفضل رياضية مصرية حققت إنجازات على تاريخ مصر كلها كابتن فاطمة عمر الحقيقة كان ليه الشرف أن أنا أتكلمت معاها وعرفت إيه سبب العينة الإيجابية العينة الإيجابية العبدالله هو هرمون بيتاخد للحصنة عشان يبقى الحصنة تتمتع في النمو بألياف حمراء وليست ألياف بيضاء أنت تعرفين طبعا ألياف الحمراء العضلية بتدي طاقة كبيرة ولكن النقطة اللي تكلمنا فيها أنه الهرمون دا بيتاخد بالحقن فإن شاء الله يا رب يتبقى النقطة دي العبدالله نقطة إيجابية أنه هم لقوها مش محقون هو بالحاجة دي ممكن تبقى اتخذت بالفم بالغلط ساعات انت السبليمنتلز اللي بتتاخد أو أعلى المكملات الغذائية ساعات بيضيفوا فيها بتبقى مخشوشة بتبقى مخشوشة بيتضف فيها بعض المواد عشان تجيب إفكت سريعي مع اللاعبين فيشتروها بعض الأوقات بيكون كده وارد جدا يكون اتعرض لهذا التراب أو هذا الفخ نجمنا عبدالله جلال ولكن أرجع وأقول أن دي مش مسؤولة عبدالله تاني مش مسؤولة عبدالله لابد أن الاتحاد الرفع الأثقال يرائب ده يا جماعة صعب جدا اللاعب يبقى صغير راجعين من إقاف الاتحاد الكامل وسايبين الدنيا كده يا جماعة عشان خطري يا جماعة المسؤولين يا جماعة عشان خطرنا لازم يحصل مرائب يا جماعة الموضوع مش صعب تعال يا لاعب عندي منتخب مصر أنا حاطت فيك أمل تجيب مداليا وريني بتاخد إيه تعال انت وريني إيه اللي عندك بتاخد السابليمنتال زي هاتها حللها والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فتح الباب 24 ساعة لأي حد عايز يجي يستفسر عن شيء ما تسيبوش اللعيبة فريسة للمنشطات سوري للمكمات الغذائية المضروبة يا جماعة لازم الموضوع ده كنترول احنا يا جماعة مش ممكن بقى النا سنين بنونادي بي ده وما فيش أي خطوة بتتاخد في هذا الاتجاه يعني احنا عجبنا ان ربعيننا يبعدوا عن اللومبيات اللي فاتت في توكيو طب ما احنا كده برضو هيبقى فيه قلق وفيه مشكلة يا جماعة خلي بالكم هاتوا اللعيبة الكبار دي أنا عشان أجيب العلبة زي دي تتاخد في عشر تيام ممكن لبقى 8-4-5 تلاف جنيه يا جماعة الرقم كبير وعشان أجيب حاجة تراستد لازم تجيبها الاتحاد هو اللي يجيبها والمصدر بتاعي بقى معروف عبدالله مش مشكلة عبدالله طيب عبدالله إيه الوضع؟ الوضع أن العينة التانية هتتفتح لأنهما بياخدوا من اللاعب أنا هتعمل لتحتي المنشطات قبل كده كثيرا بياخد منك عينتين في نفس الوقت عشان لو عينة طلعت بشكل معين عينة التانية تبقى توضح الحية ولكن عينتين بيكونوا في نفس الوقت فالمتوقع أنه مش هابقى فيه اختلاف ولكن الحتة المحامي ممكن يلعب عليها وهي حتة أنه هو ما خدهاش حقن الهرمونات بتاعت الحسنة دي بتتخب الحقن أنا أسف جدا أنا أحبي توضح ونقف وندعم هذا اللاعب اللاعب صغير واللاعب يحتاج دعم كبير منه معنويا لأنه طبعا في بداية حياة 21 سنة 22 سنة وممكن يتعرض لإيقاف 4 سنين الموضوع كرسة كرسة بكل ما تحمله الكلمة لللاعب والمنتخب نتمنى إن شاء الله أن الاتحاد تعبنا الاتحاد يخلي باله من لعبته طيب هنروح لفاصل ونطلع لجع بعد الفاصل نستقبل ديوفنا ديوفنا النهاردة مين هقولوا لحضراتكم تاني عشان ما تابعناش أول حلقة يكون معنا كابتن أيمن جميل مدير أكاديمية السباحة بالشيخ زايد وكابتن كريم منير نائب مدير قطاع الناشئين لكرة الماء في النادي الأهلي هنتكلم عنهم معاهم عن النشاط والإفنت أو الحدث الكبير اللي حصل في اليومين اللي فاتوا بمشاركة حوالي 2000 لعبة في السباحة وكروة الماء في البرائة مناشئين نطلع لفاصل ونرجع لبعض بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية بنرحب بضيوف المنورين في الستوديو الكابتن أيمن جميل مدير أكاديمية السباحة بفرع نادي الأهلي الشيخ زايد أهلا بيك يا كابتن أهلا بيك منورنا في قناة الأهلي مرة الأولى أهلا بيك أهلا بيك شكرا شكرا نصدفت منورنا طبعا في السيديو برحب به كابتن كريم منير نائب مدير قطاع الناشئين لكرة الماء في النادي الأهلي أهلا بيك يا كابتن أهلا بيك يا كابتن على هذه البطولة كلمنا عن فكرة البطولة ويتولدت إمتى الفكرة وإزاي استعدتها بسم الله الرحمن الرحيم بشكر سيادتك وبشكر استضافة البرنامج لينا ودي مش غريبة على قناة النادي الأهلي اللي دايما داعمة لكل الرياضات في النادي الأهلي وبخاصة العام الماء طبعا أنا أمثل السباحة منها أهلا بيك كابتون دا بيكانا دي مش أول بطولة تنشطية احنا بنقوم بيها كنادي أهلي دي رقم ستة والبطولة السنة دي كانت وفاءا لذكره كابتن طاري الصغير الله يحمي رحمة الله عليه ويعني بس لازم نعرف الأجيال مين هو كابتن طاري الصغير عشان دي لمسة وفاء من النادي لكل الأجيال الجديدة والأجيال السابقة يعرفوا اسم الكابتن طاري الصغير حاول في عجالة كده نبزع عن الكابتن طاري الصغير رحمة الله عليه كابتن طاري بدأ مشواره في النادي الأهلي سنة 74 كلعب ثم بعد ذلك لعب ناشئين 76 وبعد كده سنة 82 التحق بمتخب كرة الماء لعيب كرة الماء تدرك بعد ذلك بين إداري فمدرب فمدير جهاز قطاع الناشئين في كرة الماء ثم بعد ذلك مسك مدرب العمومي وبعد الفترة دي يعني سافر شوية ورجع تاني لناديه وبيته النادي الأهلي ومسك نائب مدير جهاز ألعاب الماء لقطاع كرة الماء ثم بعد ذلك مسك جهاز بليل مائي مدير قطاع البليل مائي وبعد كده في الفترات الأخيرة كان مدير حمام السباحة في نادي أهلي مدينة ناصر بجانب عمله مدير لقطاع البليل مائي لحد آخر أيام ربنا يرحمه ويحسن إليه كان بيشتغل ويشتغل بتفاني وهو رمز من رموز العطاء والتفاني في العمل وأنا صديقته ومطلب من الجميع دلوقتي قراءة الفتاحة على روحه والدعاء لي لأنه من الشخصيات اللي أنا عصرتها وهو صديقه شخصي لي فأنا يعني بترح عماليه ومعليش راسف أنا بس يعني تطرقت لي هو لأنه هو شخصية يعني كل اللي عرفوه عن قرب وعصره وزمله يعني أنا واحد من الناس دي أنا شهتي مجروحة يعني أنا واحد من الناس اللي عشرته عارف قد يتمتع قبل كل ناحية الفانية الخلقية العالية جدا الحبيب الكل الله حسين الله حسين طيب يعني قلتوا هتعملوا الدورة تنشيدة تحت اسم طبعا الراحلة الكبيرة تمام طريق صغير وبعد كده يعني بدأت تستعدتوا لها استعدتوا لها ازاي وحددتوا الأعمار اللي تشارك فيها ازاي هي دي البطولة رقم 6 وطبعا الفترة بتاع الجائحة كورونا المشكلة كانت في ان احنا معرفناش طبعا نعمل اي تجمعات لأوامر بتيجي من القيادات وزارة الصحة ان ممنوع التجمعات ممنوع اي حاج فوقفنا هنمدي السنتين والحمد لله لما الدنيا تصلحت والدنيا مشت في الطريق والمصاري السليم عملنا البطولة والبطولة تم استعداد لها في الفترة اللي كانت بين بطولات لان احنا حضرتك عارف ان بيبقى فيها على مدار السيزون بطولات كتيرة بتتعامل بطولة الجمهورية بطولة القاهرة فالبطولات دي بيشارك فيها السباحين فخطة التوقيت اللي ببقاش فيه بالزبط بس هي كانت تزامرت مع بطولة العربية للسباحة والحمد لله مصر فازت بيها للناشئين من يوم كده والحمد لله رب العالمين وده برضو سمار ومجهود عندها وعرق جمد وخلينا اقول ان هو يعني تقليد انتو يعني عملتو وان شاء الله نحافظ عليه بس خلينا نروح لكابتن كاريم كابتن كاريم يعني يمكن في كرة الماء في عدد كبير جدا من البراعم اشتركوا في البطولة دي اعمار سنية 2010-2011 يعني ايه الاعمار السنية اللي شابتت هو احنا البطولة جمعت من اول عمر موليد 2013 والغاية موليد 2010 يعني 13-12-11-10 تمام وهو يعني احنا اساس البطولة دي احنا من بداية فكرتها كان يعني احنا كنا بنأهل اللاعبين ان هم يبقوا خلاص جهزين للمنافسة من اول بطولة رسمية يقدر يخشوا فيها فكانت الفكرة ان احنا نبني لهم الاحتكاك من بدري يبتدوا ان هم يعدوا رهبة اول ماتش اول سبق حردتك عارف طبعا اول دخلة في الملعب اول حمة البداية حمة البداية وبالذات في الاولاد الصغيرة يمكن بتبقى الموضوع فيها اعلى شوية لان ما بيكونوا اكتملوا لسه سيكولوجيا ويقعوا جهاز العصب بتاحهم وهي ساعدتنا كتير فعلا في الفترات اللي فاتت ابتدناها اول واحدة يمكن ما كانتش حتى الاعداد فيها كبيرة زي الوقت كنا في حدود حاجة وتمانين لعيب بالوقت الاعداد تضعفت يمكن اربعة او خمس مرات عن كده تلات اكاديميات فرنج تلات اكاديميات لعيب تلات اكاديميات مشاركين فيها تقريبا بالكامل الولاد كلهم هي تلعبت في جزيرة كرة المية لعبناها في اهل جزيرة والسباحة كانت في اهل مدية ناصر ده عشان المساحات طبعا يبقى عندنا مساحات كافية نظر الاعداد الكبيرة اللي هي كانت مشاركة وهي كانت تستفادة لنا كلنا يعني احنا كاقطعنا شيئين بنشغالين عليها يعني كلمنا بقى بتفاصيل نفسه يعني كان كم يوم عملته في اليوم الاول التاني التالت يعني كلمنا على تفاصيل كده الدورة نفسها طيب اهو احنا اتلعبت على ثلاثة ايام كنا مقسمينها لثلاث مراحل 2010 مع بعض 2011 و12 و13 كانوا مع بعض معمولة دوريات للثلاث مراحل من المنافسات اتفضل اتعملت اكناها تلب بطولات للثلاث مراحل بس عملناها في وقت واحد على حمامين السباحة فتحنا ثلاث ملاعب وكنا شغالين في المرشات في نفس الوقت طبعا عشان احنا في الصيف والحر لا نقدرش نطول على الناس لان احنا بنتكلم في عدد 300 لعيب اهليهم او لأ امورهم احنا بنتكلم اف حوالي تقريبا فرنج الالف بني ادم كانوا موجودين على الحم بس الحمد 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 احنا كانت تنظيميا قدرنا نعملها نكحة استفدنا كتير منها جدا شفنا مواهب ظهرت قصادنا في الملعب بعكس حتى ما احنا في التمرين الولاد قصروا روتينية التمرين قصروا الخوف بتاعهم وابتدت من تاني يوم تحديدا تظهر حاجات كويسة جدا عن اول يوم يمكن اول يوم كان فيه رهبة من الولاد شوية وهم شغلنا عمل ازاي ونحدد المرحلة الجاية ودي واحدة من اهم الحاجات اللي احنا بنبقى البطولة دي هي محددة لنا فيها برضو ان احنا بنقيس نفسنا زي ما بنقيس الولاد هما وصلوا لغاية فين احنا بنشوف برضو احنا تطورنا قدي عشان نقدر نحط المرحلة اللي بعدها خطتنا تبقى بحنية شوي موجودة طبعا احسن من هي عشان كده بدل ما بيخش اول مرة العراح بتقول بطولة وعلى من من ضمن الحجاب برضو ان احنا بنتمرم في 3 اكاديميات في 3 اماكن مختلفة فبتبقى فرصة لان احنا بنمكس الولاد مع بعض هم تلعبش كل اكاديمية باسمها الفرقة كلها بتلعب مع بعض الولاد كلها بتعرف على بعض لان هده المستقبل هيبقوا فرقة واحدة مع بعض بإذن الله يمثلوا النادي الاهلي مع بعض طيب عايز اتكلم عن المستوى الفني واللعيبة البروميس اللي انتو شايفينها وهل انتو بتحطوا ده تحت المورسكوب بس خالي طلع لفاصل عزال مشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلام عن كورة الماء والسباحة في النادي الاهلي والدورة التنشطية باسم الراحلة الكبير طريق صغير ولكن بعد الفاصل احنا عندنا الحمد الله من ساعة ما بسكنا جهاز بنعم البطولات التنشطية البطولات التنشطية دي بتخلينا نعرف مستوى الولاد وبنقف على مستوياتهم عشان لما بيبقى دي لعب بطولات رسمية اولا بيشير الخوف والرهبة من عند الولاد ثانيا بيبقى الولاد متعود ان هو نزل بطولات فما بتفجيئش بأي الحاجة المهمة ان احنا الحمد الله عندنا تقليد من ست سنين ان فيه لمسة وفاء في كل حاجة احنا عمل عندنا عندنا قبل تكريم الله يرحمه كبت السيد صادق والنها عندنا تكريم الله يرحمه كبت الطرق الصغير الناس دي قفنت حياتها في النادي الاهلي على حمام السباحة واحنا لو ما افتكر نهمش يبقى احنا مش النادي الاهلي النادي الاهلي بيفتكر على طول وولاده اللي اده كل بزل وكل مجهود عشان خطر رفعة اسم النادي الاهلي في مجال السباحة والعب الماء النهاردة انا فخور ومبسوط جدا ان انا بعمل حاجة الله رحمه طرق يعني على المستوى الشخص دخوية قبل ما يكون النائب بتاع يكمل مسؤول عن اهلي مدينة نص الغطس والبليل انا مفتقد جدا بس النهاردة انا بحس ان هو معنا ومجهود معنا والولاد ويبقى فيه تكريم مش الميت بس ان شاء الله والحي وهناعمل تكريم للناس الموجودة الفترات اللي جاية ان شاء الله مبسوطة جدا وفخورة ان هو خلاني في المكان ده حتى هو مش موجود وهو اصلا طول عمره كان خليني فخور ان انا بنت طرق الصغير بس الحمد لله يعني مبسوطة جدا انا هنا وانا اتكرم باسمه لسه لحد الوقت حتى بعد هو مش موجود لسه اسمه موجود ولسه ناس تتكلم عنه الحمد لله بكل خير فكرة حلوة طبعا قوية وان بالذات ان احنا كأسرته وان بنبقى مبسوطين ان احنا لسه حسين احنا بابانا لسه بيتكرم ومجهوده اللي قبل كده مرحش ولسه موجود الحمد لله طبعا احنا بنشكر ناد العلي على البطولة الجميلة دي وان طبعا مفخور ان انا والدي كابتن طرق الصغير ودي حاجة افضل بخور طول العمر بس بشكر ناد العلي طبعا البطولة الجميلة دي وبيتطافي لهم دايما ان شاء الله طبعا وفاخر طبعا لاي حد يعني بما كابتن عماني فاروق وكابتن ويلة وكابتن وليد عمتا طبعا بيديني فخر بوالدي جامد جدا الصراحة كان نفسي يكون موجود معنا النهاردة بس ربنا ارحموا يعني ان شاء الله اهلا بحضراتكم زي ما شفتوا التقرير يعني والبطولة التنشطية ولمسة الوفاء شفنا معاني الوزير العملي فاروق وهو بيقدم طبعا تسكار او دروع التكريم للراحل الكبير كانت انتظر الصغير سواء لبنته او لابنه او للسيدة الفقاطلة زوجته كانت كريمة ارجعلك يعني احنا في كرة الماء يمكن الـ 3-4 سين فاتوا شافوا طفرة جيدة وكان يعني مرضودها على طول مع المنتخب يعني شفنا المنتخب حصل على البطول العربية وخلينا اتكلم بأمانة مفيش كلة ماء هتحصل اللي بتفرغ في النادي الاهلي يمكن اه طبعا انت احترامنا الهليو بليس احترامنا للجزيرة فمن الانديها منافس على رأينا وراسنا ولكن النادي الاهلي مهم جدا نكلمنا عن التخطيط اللي انتو عملتوه 3-4 سين فاتوا عشان نوصل للمرحلة اللي حلفي هيا بداية التخطيط يمكن من يعني ابتدت معنا لما كابتن واقل ابتدأ هو قياد التجهز ابتدنا نحط استراتيجية يعني ان احنا نطور اللعبة في النادي لأقصى درجة التطوير ده طبعا كان لازم يبتدي من القاعدة تحت ابتدنا نشتغل عليها ابتدأ يدعامنا بخبراء جانبي يدون خبراتهم ابتدنا ناخد دولات دولية كان الاول التأسيس ليه نحن يعني القائمين عليها ان احنا نقدم نطورها طلعنا معايش برا في اندية من المصنفة درجة اولى في السربيا يعني كنا طلعنا معايش في سربيا في بارتزان كنا اربعة مدربين كان مع المدير عندنا اكتر من خمستاشر يوم يمكن بارتزان ده نادي كبير حتى في البسكت كمان طبعا هو في كل الالعاب يعني هو حاجة شبه الاهلي هناك في السربيا بالجماهيرية بكل حاجة عندهم صالة جامدة جدا معايشة خمشة يوم معايشة كاملة معاهم صبحوا بعض الظهر في كل تدريباتهم يعني هو حتى كانوا متعاونين معنا جدا كجهاز بالكامل ادنا كل المعلومات اللي احنا محتاجينها اللي على اساسها نيجي نعمل خطتنا احنا داخلية بتاعت التطوير تأسيس الأكاديميات الهيكلة بتاعتها المداربين اللي بيشتغلوا عليها والبرامج اللي بنشتغل بيها ويمكن دي كانت أكتر حاجة ساعدنا فيها طبعا الخبراء الأجانب اللي كانوا موجودين معنا الفترات اللي فاتت جبنا كذا مدرسة جبنا من سربيا من المجر من اليونان اللي هي المدارس الرائدة في عالم كرة الميا الحمد لله قدرنا نحط أسف سليمة نشتغل بها ابتدت تنعكس على القاعدة بتاعتنا طبعا في تأسيس اللعبين اللي هم مستقبل الندي بعد كده إن شاء الله مستقبل مصر كلها بإذن الله يعني الشغل بيحصل وعلى أعلى مستوى أجل حدي كابتن أيمن يمكن أكاديمية الشيخ زايد الشيخ زايد كان فرع جديد تم الفتاحه يمكن من 3-4 سنة أو 5 سنة فاته نعم نتبه للسنوات ويعني ابتديته بنواة صغيرة لسه عدد صباحين قليل بدأت تشتغل بدأت تتأسسه كلمنا عن الأكاديمية هناك عددكو بقى كام نشاطاتكو كل يوم يعني كلمني عن الأكاديمية عندك في الشيخ زايد هو فرع الشيخ زايد وفرع واحد جدا والأعداد اللي طالع منه بتبشر إن شاء الله بأمل جميل والأولاد اللي اشتركوا في بطولة تنشطية السادسة موليد 2012 اللي هم 10 سنوات وموليد 2013 اللي هم 9 سنوات عملوا انتاج جميلة جدا وحققوا مديليات في البطولة هو مش الهدف المديليات هو الهدف إن احنا بنخلق قاعدة عريضة من السباحين اللي بنطلع بيهم إن شاء الله للمراحل بعد كده كان كم سباح تقريبا قربتم من ألف إحنا عدينا الألف 1200 تقريبا يعني شاركوا في البطولة من الأربع فروع ودي الجميل بقى إن كمان فرع التجمع شارك معنا لأ دي مؤلمة جديدة دي جديدة التجمع وفرع التجمع طيب دي أول مرة لأن إدارة النادي الأهلي لا تقلق جهد في إنها طيب بيتمرنوا فين التجمع ما أنا هقول إن إدارة النادي الأهلي لحد ما يتفتح الفرع وكحمامات السباحة لسه بتتجاهز طبعا هي أربعة خلاص سمحوا للأعضاء بالمشاركة في الأندية القريبة من محل سكن وخصوصا في مجال السباحة فمنهم اللي شارك في مدينة نصر لقرب المسافة ومنهم اللي شارك في الجزيرة فدي برضو من المعلومة برضو اللي لازم نضيفها ودي تحسب برضو إدارة النادي الألي في إنها فتحت المجال بس يعني برضو معلومة من حدات جيدة إن حمامات سباحة التجمع أرابي تفتح خلاص أرابي شفتها وريد يعني حمامات بدأت تجاهز يعني أرابي إن شاء الله بلناولك كمنشاقة كاملة إن شاء الله بإذن الله مهم طبعا حمامات السباحة لأن ده برضو هيدي قعد أربع فروع في عدد هتلاقي فالقعدة كده هتزيد قعدة الممارسين هتزيد والأعداد هتبقى أكتر إن شاء الله أما في فرق الشيخ زايد فطبعا هو فرق واحد لأنه معظم المشاركين فيه أو معظم اللي اشتركوا فيه كأعضاء أمار سينية صغيرة فعندهم عدد من الأطفال اللي هم في عمر تقليم السباحة ابتداء من ثلاث سنوات لحد خمستاشر سنة فعندنا قاعدة كبيرة جدا جدا في أحد السنوات قبل كورونا كان مشارك عندي 2400 و2500 سباح وسباحة في أكاديمية السباحة لفترة الصيف كان عندنا 2200 مشارك فعندنا قاعدة الحمد لله عريضة من السباحين وسباحات اللي إن شاء الله بإذن الله دعم يعنعكس على المستويات اللي هتخرجها بإذن الله أكاديميات السباحة عندنا في فرق الشباب جهد كبير بيتبزل في السباحة كابتن وبأمانة دي حاجة نحب عليها ونشكركم لأن ده موضوع مفوش أي شك إن جهد كبير جدا بيتمي في السباحة إذن مشاهدين هنكمل كلامنا عن السباحة وكرة الماء خليط على الفاصل ورجع لحضركم دي أهلا بحضركم من جديد يمكن أجدك يا كابتن كريم كنا بنتكلم في الفاصل مع بعض عن الكوادر يعني مش بس إحنا بنتكلم عن عدد سباحين أو عدد لعبين لكرة الماء بلا السباحين يعني أكتر تخصص إنت عندك مدربين أيضا يعني عندك عدد كبير من معلمين المدربين عندك كم مدرب مسلا في الفرع إحنا كل فرع تقريبا في حدود من 12 يعني من 10 إلى 15 ممكن مدرب وبيق معهم موديل أكاديمية موجودين في ميزة عندنا في كورة الماء إن إحنا تقريبا 100% من المدربين بتوعنا هم لعبين من بتوع النادي طبعا أولاد النادي أولاد النادي بالكامل ما فيش أي حد فيهم من بره ودي بتدينا ميزة فوق تدريبيا إن هي تعرف بنبني روح النادي الأهلي برضو في الولاد من وحنا صغيرين كلنا العيبة وكلنا العيبنا بإسم النادي الأهلي كلنا كسبنا الحمد لله بطلق بإسم النادي الأهلي ودي الخبرات اللي إحنا بنحاول ننقلها للولاد الصغيرة من دايوان عشان يقدروا يكملوا المسيرة المدربين طبعا بيأخذوا زي دوراته يعني إحنا بنعمل داخليا عندنا ووركشوبس دايما بنعملها معنا برضو مدير خطاع ناشيين كوستاس اللي هو مليونان معنا خطوة بخطوة فيها كان هو لي دور كبير برضو في نقطة تجهيز المدربين إنه هما يقدروا ينقلوا اللي عندهم للعيبة بازلنا الحمد لله مجهود فيها اللي هي ابتدت تبان سمارها الوقت يعني معنا جهد كبير بيتبزل أكيد ما فيش شك ويبجي كابتل عيمة نفس الكلام حضرتك بتتكلم عن عدد مدربين أكيد كبير جدا في قطاع السباحة كام يا كابتل عندك يعني نتكلم عندنا في فرع الشيخ زايد من 100 إلى 120 معلم سباحة يعني بيأخذ مننا جهود وإعداد ونديهم دورات تسقفية ودورات تعليمية عشان يكونوا على مستوى حدث إنه هو يعلم الأطفال إزاي تعليم السباحة من بداية البجينر لحد ما يوصل لهم نتكلم على فرع واحد وإن شاء الله الفرع الرابع هيفتح إن شاء الله بإذن الله طبا كابتل كنا نتكلم في الفاصل إنه البطولة التنشطية هي محكاة لبطولات رسمية إزاي؟ إحنا طبعا الجهاز علعاب الماء مشكورا زل الكل الصعاب لإن إحنا نعمل بطولة تحاكي نفس البطولة الرسمية اللي بيقيمها اتحاد السباحة لقطاع الناشئين سواء عشر سنوات تحت 11 سنة أو تحت عشر سنوات فهي البطولة بكل العناصر بتاعتها محكاة للبطولة الرسمية عندنا موليد 2012 إن شاء الله نحيانا ربنا هيدخلوا بطولة أو البطولة هيدخلوها في شهر فبراير القادم فالفرصة طبعا محك كبير جدا جدا إن السباح والسباحة تقف على الستارت تعرف يعني شكل بطولة يعني أعداد إزاي تقف في منطقة الأعداد إزاي تنادى عليها الإحماء إزاي إنها تنزل سباق إنها يتنادى عليها بالجهاز وجهاز الأوميجا اللي هو السعر الإلكترونية إزاي إن هي تستخدمها زي تسمع النداء وتطلع البلوك ستارت فيه سباة فعالة ما تنزلش ما تتهزش كل ده بنعمله محكاة لأناصر البطولة ومع العلم برضو إن النادي برضو استقدم حكام رسميين من الاتحاد بالضبط وبالإضافة لا فكرة الماء يكون إحنا المدربين هم القائمين عليها يعني تحكم إحنا اللي بنحكم إحنا المطوليين هكام لها كل حاجة لما في السباحة جبت حكام من الاتحاد مش كلهم إحنا جبنا بعض الأناصر بس هم أساسا معنا مدربين وهم بيحكم على أساس أنه برضو يساعدوا بالضبط ويدوا السباحين والسباحات الخبرات بتاعة البطولة كاملة وهم أساسا مدربين معنا وحكام في نفس الوقت وبرضو شاركوا في التحكيم بنفس الشكل أو المحاكاة بتاعة البطولة رسمية وطبعا ده بيعود بالنفع طبعا علينا كمدربين نقف على مستوى السباحين والسباحات وبيخلينا كمان نكون قريبين من المستوى الحقيقي للعناصر اللي موجودة عندنا جهد كبيرة كابتل أيمان الحقيقة مبزول ومشكركم عليك قناة النادي الأهل الحقيقة وحاجة مفخارة لكل أهلاء والحقيقة والوقت مر سريعا الحقيقة معكم يعني احنا ممكن نتكلم ساعتين عن السباحة وكرة الماء كابتل أيمان جميل بشكرك نورتني وشرفتني أتمنى إن شاء الله يتكرر لقاء تاني بإزناء بس حبيب بس مجلس إدارة النادي الأهلي على يعني تزديد كل الصعب والعقبات اللي وجهت إقامات البطولات الستة ويعني تدعم طبعا من رئيس مجلس إدارة كابتل حمد الخطيب وصولا بأعضاء مجلس إدارة ثم مدير رئيس الشرط الرياضي كابتل خالد ورئيس جهاز ألعاب الماء كابتل وعي العزة وكابتل محمد فاضل وكابتل علام زلله كل صعب صراحة لإقامة البطولة والشكل اللي ظهرت بي يعني شكل مشرف وحاجة جميلة جدا جدا بشكر قناة طبعا بنشكر طبعا نسيادتك بنشكر كل طبعا المسؤولين في النادي الأهلي بشكرك كابتل كبير كريم مونير بشكرك نورتيني وشرفتيني ونتمنى اللقاء يكرر تنايسم شكرا لك لاستضافتنا وفعلا زي ما كابتل أيمن قال يعني هي أحلى حاجة في البطولة دين من أول مجلس الإدارة لغاية أظهر العيب يعني أسرة النادي الأهلي بالكامل بتتعاون عشان تطلع بحاجة مشرفة للنادي والحمد لله رب العالمين ربنا ووفقنا فيها حقيقة لنادي الأهلي ونتمنى لكم كل التوفيق عزيز المشاهدين وضحنا لحضراتكم حجم الجهد المبزول في قطاع كرة الماء والسباحة بشكل كبير لدي الأهلي بيبزل يعني جهد وأموال في سبيل أنه هي عد مجموعة من اللاعبين تفيدي منتخبات مصر والكوادر والمدربين طبعا شفنا داخل الحلقتنا مشكركم شكرا جزيرة وإلى حلقة تانية من الأقطار شكرا جزيرة